لمزيد من تفاصيل حول شأن السوري ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي السوري زيادة المناجد أهلا بك سيد زياد يا أهلا وسهلا أبدأ معك سيد زياد من نقطة الأمم المتحدة التي تبحث مع النظام وروسيا بعض الترتيبات الأمنية لتمكن من أو السماح لمفتشي منظمة حضر الأسلحة الكيميائية للدخول إلى دوما برأيكم ما دواعي دخول هؤلاء المفتشين بعد منعهم طيلة الفترة الماضية وبعد كل المجازر التي حدثت في الغوطة الشرقية يعني يمكن أن نقول أن هذا الدخول يتبناء على طلب روسيا والنظام السوري لتبرئة النظام السوري من استخدام الكيميائي بعد أن يكونوا قد أزالوا كل الدلائل التي تشير إلى استخدام النظام السوري لهذا الكيميائي ولذلك نقول أن الفريق حضر الأسلحة الكيميائية تعطل عدة أيام في بيوت ولم يسمح له بالدخول أو تعرقلت أمور دخوله إلى سوريا وعندما دخل يوم أمس تعرض لإطلاق النار نحن نعلم أن دوما أصبحت كلها بيد النظام السوري وتحرسها الشرطة العسكرية الروسية من أطلق النار عليها فهذه الأمور كلها عبارة عن ترتيبات من أجل إعاقة عمل فريق التفتيش ومع أن هذا الفريق أتى بطلبنا النظام السوري ومن روسيا وكل الدلائل تشير أن الدفاع المدني هو الذي يشير إلى هذا الفريق أين دفنت ضحايا الهجوم الكيميائي ونحن نعلم أن الدفاع المدني هو تابع للنظام وبالتالي لا يمكن أن نحصل على شيء ثم هناك سؤال آخر إذا تأكد فريق التفتيش الدولي أن هناك هجوما كيميائيا ما الذي سيفعله المجتمع الدولي المجتمع الدولي أغار على النظام بمئة صاروخ وكانت عبارة عن تمثيلية سمجة لمعاقبة النظام السوري ليس لمعاقبة النظام السوري إنما كانت ترخيصا للنظام أن اقتل شعبك بالطريقة التي تريدها ولكن إياك واستخدام الكيميائي سيد زياد بالحديث عن المنظمات الدولية منظمة الأمم المتحدة كانت قد كشفت عن توثيقها ل700 صفحة من الانتهاكات المرتكبة في سوريا برأيكم كيف يمكن الاستفادة من هذه التوفيقات الجديدة للأمم المتحدة وهل ستتم معاقبة المجرم الذي ارتكبها نحن نعلم ومن على لسان مندوبة أمريكا في مجلس الأمن أن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي خمسين مرة ولديهم تأكيدات عن استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري خمسين مرة ما الذي فعله المجتمع الدولي وبالتالي إذا ما تأكدت هناك انتهاكات أخرى ولديهم وسائق أخرى ما الذي سيفعلونه هناك اتفاق دولي بين روسيا وأمريكا برعاية صهيونية أن اقتلوا الشعب السوري أن مزقوا سوريا واجعلوها كاتونات طائفية من أجل تحقيق حلم الصهين بتقسيم البلاد الأمور بدأت من العراق وستنتهي بسوريا وكلاهما في طريق التفتيت رغبة لإرادة صهيونية تعمل عليها منذ زمن كل الدلائل والوسائق التي يمكن أن نحصل عليها ولديهم وسائق يؤكدون حتى رقم الطائرة التي أسقطت القنابل الكيميائية على دوما لدى القوات الأمريكية رقم الطائرة وبالتالي ما الذي سيفعلونه ولا يوجد هناك إرادة دولية لمعاقبة النظام وبالتالي هناك إصرار على إنتاج النظام مرة أخرى وبقائه لأنه يؤدي غلظا وأنا أقول وبصراحة لو أن العالم الغربي المتحالف مع الصهيونية ضد الشعب السوري لو أنه وجد من يحكم سوريا ويؤمن حدود وأمن إسرائيل كما أمنها الأسد الأب والإبن لكانت انتهت مأساة سوريا منذ عام 2011 سيد زياد باختصار وبالتزامن مع كل هذه المستجدات الجارية على الأرض في سوريا أعلنا وزير الخارجية التركي عن استئناف محادثات ومفاوضات أستانا منتصف الشهر المقبل ما الجديد الذي ستضفه أستانا في ذلكل هذه التطورات الحاصلة عسكريا بالتدخل الأوروبي والأمريكي كذلك في سوريا يعني السؤال يبقى لماذا أستانا لماذا لا يبادر إلى عقد جنيب هناك قرارات دولية تنظم عملية جنيب هناك بيان جنيب الأول عام 2012 والقرار 2118 والقرار 2254 هي التي تنظم عملية الأمور وبقرار دولي لماذا أستانا؟ أستانا ما الذي أنتجته أستانا؟ أنتجت مناطق خفض التصعيد وانتهت هناك ضامنان أساسيا لمناطق خفض التصعيد وهما إيران وروسيا ونرى أن الغوطة الشرقية كانت من مناطق خفض التصعيد ولكن اتهت الغوطة الشرقية أشكرك جزيلا شكرا الكاتب وصحفي السوري زيادة المنجد كنت معنا عبر الهاتف عبر سكايب من لندن